قل إن صلاتي ونسكي ونحياي ونماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حدثني والدي أن شيخنا رأى رؤية حيث قابل شيخ الأسلام المتهمية في أحد أسوقة عنيزة في أحد الأسوقة التي تقود إلى المجلس وهو مكان معروف في عنيزة وأثناء هذه المقابلة سلم شيخ الأسلام المتهمية هذا الشيخ سراجا وحينما سأل عن هذه الرؤية هذا الشيخ قيل له أنه سيولد لفها ولدا صالحا يكون له شأن في العلم فولد لهذا الشيخ ولدا حارصا سميه صالحا لعل هذه الرؤية تقع في هذا الولد وكان صالح هذا طقيا ورعا يحب الناس ويحبونه يقرأ القرآن ويقيم الله لكنه لم يكن طالب علم ثم تزوج هذا رجل صالح وأنجب ولدا سماه محمد هو محمد صالح المثالين فكان حقيقة نحسبه كذلك هو السراج الذي سلم شيخ الإسلام هذا الرجل وكان هذا الرجل هو جد الشيخ رحمه الله عليه وسلم وضعت فيه منه منابع الرحمات أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات أمضل حياة غربية كانت ملادتي في مدينة عريزة في ليلة السابق العشرين من جهر رمضان عام سبع مؤردين وثلاثمائة وارف فحفظت القرآن على جدي من قبل الأم نظرا ثم تعلمت في مدرسة أخرى الكتابة وشيئا من الحساب والأدب ثم انتقلت إلى مدرسة الثالثة لحفظ القرآن عن ظهر قلب وتم ذلك والحمد لله ثم شرعت في طلب العلم على أحد تلاميذ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي فإنه رحمه الله جعل من طلبته رجلين كريمين يعلمان الصهار أحدهما الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيزة مطوع رحمه الله وكنت من نصيب الذين يقرؤون على الشيخ محمد بن عبد العزيزة مطوع ولما فتحت المعاهد العلمية فتح المعاهد في الرياض أشار علي بعض الناس أن أدرس في المعاهد العلمي في الرياض فاستشرت شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي فأشار علي وكان ذلك في عام أثنين وسبعين من الهجرة بعد ثلاثمائة والف وهناك طلبت العلم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس قرأت عليه في مقدمة ترسير شيخ السلام بن تمية وقرأت عليه من صحيح البخاري وقرأت عليه بعض الرسائل تخرجت من المعاهد العلمي ودخلت في كلية الشريعة من القسم الخاص وتحولت في سنة 74 إلى معهد عنيزة للتدريس فيه وصلت منتسبا إلى كلية الشريعة في الرياض وبقيت مدة في معهد علمي في عنيزة ثم فتح فرع الجامعة جامعة الإمام في القصيم فانتقلت للتدريس فيه أما بالنسبة لإمامة الجامعة فإنه لما توفع شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في عام ست سبعين وثلاثمائة أو ألف طلب مني القاضي في ذلك الوقت وهو شيخنا محمد بن عبد العزيز مطوع وأمير البلد خالد بن عبد الرزيز آل السليم أن أكون خلفا عن شيخنا في إمامة الجامعة وفي التدريس في المكتبة التي كان شيخنا يجرس فيها فوافقت على ذلك لما أرجوه من الله سبحانه وتعالى من النفل ذهبنا إلى مسجد الشيخ في عنيزة المسجد الذي خلفه في إمامة الناس فيه صحره الشيخ سامي صغير الذي سمعنا منه في جنبات مسجد خريزة المسجد الذي درس فيه الشيخ العثيمين في صغره شيئا عن أولئك الذين أثروا في الشيخ ومن من تعثر بهم الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بن تينية رحمه الله فقد أثر في حياة الشيخ العلمية من جهة الاستدلال ومقاصد الشريعة والنظر في الأدلة والترجيح ومن من أثر أيضا في الشيخ رحمه الله في مسيرة العلمية الشيخ محمد رشيد رضا فقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه تأثر به من جهة التحرر من التقليد والنظر في المذاهب وعدم الاعتماد على أقوال من سبق مجردة بل يعرض أقوال أهل العلم السابقة على الكتاب والسنة ومن من تعثر بهم الشيخ أيضا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله فقد تعثر به الشيخ من جهة أخلاقه وبسط نفسه للناس وبذل نفسه لهم الشيخ عبد الرحمن العثيمين شقيق الشيخ أتيناه في منزله في الرياض وقد توسط كتب الشيخ الشقيق واستند قريبا من بعض رسائله ومؤلفاته وأبان لنا بعض خصائص الشيخ التي امتاز بها وبز بها غيره أولا الخصيصة الأولى أنه أدرك منذ بداياته الأولى في طلب العلم أن النية الصالحة الطيبة الخالصة لله سبحانه وتعالى أمر ضروري ومهم جدا وأساس متين لطالب العلم وبعد أن من الله عليه بهذه النية الطيبة الصالحة فتح الله عليه أبواب العلم ومن الخصائص التي من الله بها على هذا الشيخ هي النشأة الصالحة فلقد أمن الله عليه بهذه النشأة منذ بداياته ولقد أكسبت هذه النشأة أيضا ثقة في نفسه يؤكد هذا الحديث الشيخ خالد المصلح تلميذ الشيخ وصهره كذلك ومن استخلفه الشيخ رحمه الله في تدريس التفسير وأصول الدين في الجامع الكبير في عنيدة شيخنا رحمه الله يسأل الله له قيئة طيبة منذ نشأته فكان في بيت صالح وكان في بيت له عناية بالعلم وقرب من أهل العلم وكان لهذا البيت أثر بالغ في نشأته رحمه الله وعندما اجتمعت التنشأة الصالحة والنية الصالحة وطلب العلم على أيدي العلماء الكبار كان هذا إيذانا ببزوغ الشيخ ونبوغه وقد كان الشيخ رحمه الله باذنا نفسه للعلم مع الصبر والتحمل حتى مع ندرة الطلاب أو قلة وجود الطلاب فعينما توفي شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تولى التدريس بعده وكان الذين يحضرون عند الشيخ في تلك الفترة بقية من طلبة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فبدأوا يتناقصون ما كان عنده طلاب طلاب قليل واحد ثلاثة أربعة مرة ما حضر دخل الشيخ لمكان الدرس ما حصل إلا كتاب طالب حجز به يعني هو بس وضعه يعني إعلاما أنه سيأتي أو أنه راحه سيرجع فقط فقعد الشيخ يقرأ القرآن حتى جاء الطالب وعمل له الدرس هذا من قديم ثم بعد ذلك تكاثر الطلبة وتوافدوا على الشيخ رحمه الله من جميع الأقطار ومن جميع الجنسيات حتى بلغ الطلبة في بعض الدروس إلى نحو خمسمائة طالب أو أكثر من ذلك ظل شيخنا رحمه الله يدرس على مدى خمسين عاما نصف قرن فما بين أول درس عقدة سنة 1371 إلى آخر ما جادت به نفسه المتعبة المريضة في ليالي شهر رمضان المبارك من عام 1421 خمسون سنة بالتمام والكمال وطوال هذه العقود مر عليه العديد من طلاب العلم ابن الشيخ الأكبر عبد الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ الخيرية وشقيقه عبد الرحمن أمينها العام حدثان إذ زرناهما في المؤسسة عن أمور كثيرة من بينها عناية الشيخ بالطلاب كان رحمه الله تعالى حريص على طلبة العلم في الجامع كان حريص جدا حتى أنهم كانوا يشاركون هذا الطلبة في الشيخ فمثلا لو سفرنا في سفر مثلا نجد أنه إذا قطع السفر فهو يقطعه ليعود إلى الطلبة من عناية الشيخ الله يرحمه بطلاب العلم الموجودين في جامعه بعنيزة أنه هيأ لهم سكن يعني يتوفر فيه جميع الأمور من إعاشه وكان يصرف لهم الله يرحمه مكافأة شهرية كان الشيخ رحمه الله شديد العناية بتحصيلهم العلمي وشديد العناية بترغيبهم في الاستمرار وتهيئة السبيل الذي من خلاله يدركون العلم كان يخرج بهم أحيانا إلى استراحة وكان يسبح معهم ويقول ألقوا فلانا في البركة مثلا وكان له أيضا جلسات معهم في السكن غير قضية طلب العلم وغير قضية التدريس يعني يسمع أحوالهم وأخبارهم وحاجاتهم ويسعى في قضائها بينما في الرياض ذهبنا للدكتور محمد العوحلي الذي درس في مرحلة مبكرة من عمره عند الشيخ العثيمين في مسجده بعونزة وحدثنا عن أبرز ملامح منهج الشيخ العلمي كان يحرص كثير على أصول الفقه والقواعد الفقهية وكان يذكر لنا أن معرفة أصول الفقه تساعد كثيرا في معرفة المسائل التي لم يعرفها لا يعرفها الإنسان كان رحمه الله تعالى حريصا على التأصيل والاستناد على الدليل وسلامة التعليل وكان يحس طلابه على ذلك وأنا أقول هذا المنهج استفدته منه رحمة الله عليه حتى في دراستي العلمية في كثير من الأمور التي تحتاج إلى ضبط وتأصيل وتقصي لأصول الأشياء حتى يمكن الإنسان أن يقيس عليها لاحظتم أن الله من على الشيخ بذلك الفقه العظيم أنه جعل العقل في كفة والهواء في كفة فرجح العقل بالهواء فعلى الشيخ وعلى وجعل هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحسب ما أعرفه أنه لم يكن يرضى أن يتكلم بأي عالم من العلماء في مجلسه سواء كان في الدرس أو حتى أيضا في المناسبات الاجتماعية لو حتى بطريقة بعيدة فيها غيبة أو فيها تنقيص من أحد وخاصة من العلماء أو ولاة الأمر وكان حسن الصلة بولاة الأمر يناصحهم سرا ويمحض لهم النصح وكان على صلة لهم يزورهم ويزورونه كان رحمه الله تعالى حريصا على أن يتبع منهاج السلف الصالح وكان يكره الفرقة والاختلاف والمجادلة بغير الحق وكان حريصا على تأليف القلوب وجمع الكلمة أنه كان وأذكر هذا جيدا أنه يقول إذا الإنسان درس مسألة ورأى ووصل باستهاده إلى أنه يخالف مذهب الراجح المذهب مثلا أو رأي راجح فأنه يعيد مسألة مرة أخرى ويدرسها من جديد بطريقة غير الطريقة لدرس فيها الأولى كما كان رحمه الله يحرص أيضا على وحدة طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل ويحذر من التصنيف والتنابز بالألقاب ويدعو إلى جمع الكلمة والبعد عن الخلاف والشقاق لأن اللقاء بين الناس يجلب المودة والإلفة ويعرف الإنسان ما عنده غيره ويعرفون ما عنده ويحصل بذلك النظر في بعض الأمور التي تحتاج إلى بحث ومناقشة يعرف جيدا كل من عايش الشيخ وعاصره كثيرا من تفاصيل شخصيته وأخلاقه وصفاته الشيخ رحمه الله من سماته البارزة أنه كان إماما في الزهد وكان زهده رحمه الله في نواحي عديدة زهده في ملبسه زهده في مركبه زهده في مسكنه عاش ردحا طويلا من عمره في بيت طيني متواضع كبيوت مواطني كنا في البيت الطيني ونقول له حنا لأن الناس بعد الطفرة بنأوا بيوت وطلعوا وسكنوا في فلال وكذا وكنا نقول له يبوها غدين أمسل مثلهم وكذا فكان يقول يبدأ عاد رحمه الله تعالى يعدد لنا مميزات بيت الطين تلقون أبرد من هالبيت تلقون أنفح من هالبيت تلقون بيت انكلال غرفت يدخلها الشامس تلقون فطبعا هو يعدد هالشياء هذه وأصلا ما عندونيه إنه يطلع لأنه يرى إنه هالبيت يكفي والحمد لله وفي ذلك البيت زاره الملوك زاره الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه الله وزاره خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله وزاره خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إبان كان وليا للعهد وكان يستقبلهم في بيته وعلى هيئته دون أن يغير شيئا هذا منزل الوالد الله ورحمه سكننا فيه من عام 1409 إلى أن توفي الله يغفر له يرحمه عام 1421 خروجه ومشيه للمسجد يا شيخ كان معه الطريق ولا؟ لا بالغالب أنه يطلع مع الباب الشمالي ممكن أن نروح للجهة الشمالية؟ لا ممكن هذا هو الباب الشمالي للبيت الوالد الله يرحمه واللي كان يطلع معه للصلاة يومياً يعني كان يروح ماشي لكل الصلوات الفروض الخمس كلها كل الفروض الخمس خلالنا بعيد نعم تقريباً يجيله حوالي كيلو تقريباً من البيت يروح طبعاً ماشي وأيضاً يرجع ماشي هذا من عام 1409 سكننا في البيت هذا إلى 1421 وفاة الوالد الله يرحمه الله عبر من هذا الباب من هذا الباب هذا كله علاقة بالبيت؟ الباب هذا سلم كالله هو باب الملحق اللي كان يسجل فيه برنامج نور على الدرب اللي وداع في ذاعة القرآن الكريم مع الشيخ عبد الكريم المقرن نعم الله عشر الشيخ عبد الكريم المقرن عاد الله يعافيه الشيخ عبد الرحمن شوي عنده ظرف صحي واعتذر منه ولا كان ودنا يكون معنا على أساس أنه يحدثنا عن بعض ذكرياته مع الشيخ ذكرياته الإعلامية وذكرياته نور على الدرب على وجه الخصوص لكن الله يشفيه ويعافيه من جميل أخلاقه رحمه الله البساطة والتواضل كان بسيطا في ملبسه في مسكنه في منطقه في مأكله ومشربه يبغض التكلف بجميع صوره ويتضايق من المتشدقين المتفاصحين ويحب البساطة والصدق في جميع الأمور وهذه الصفة لا يتخطيها العين في سلوك الشيخ رحمه الله سواء كان ذلك في ملبسه أو كان ذلك في مشيته أو كان ذلك في حيئته أو كان ذلك في معاملته أو كان ذلك في تعاطيه مع الناس وقوفه مع الصغير والكبير وسلامه على من يمر عليهم كان الشيخ رحمه الله مدرسة في التواضع يعني يدعوك بسمته ومظهره قبل أن يدعوك بالسانه وهذه من العلامات البارزة للشيخ ومما ينبغي لكل من طلب العلم أن يطبقها ومن تواضعه أيضا من تواضع العلماء أنه حينما نال جائزة الملك فيصل العالمية كتب في كلمته التي ألقيتها نيابة عنه فقال رحمه الله تعالى وإني لأشكر الله تعالى أن حضيت بنيل الجائزة في هذا العام عام 1414 المبنية على ما وصفت به من خدمة الإسلام والمسلمين على ما وصفت به من خدمة الإسلام والمسلمين وأسأل الله تعالى أن يجعلني عند ظن إخواني وأن يجعلني من الصالحين المصلحين وأن يجزي عني إخواني الذين أحسروا ظن بي خير الجزاء والذي يميز هذا التواضع الذي كان سمة من سمات شيخنا رحمه الله أنه تواضع فطري لم يكن متكلفا منذ أن رأيت فضيلته وسماحته فإذا بسمحة الإسلام وفضائل الإسلام تشعر على محية وجهه من السمات البارزة في سلوك شيخنا رحمه الله البشر والبسمة وهذه كانت لا تغيب عن محية يدركها كل من يلقاه سواء كان ذلك في الشارع أو في المسجد أو في المكتب أو في سائر لقاءاته فكانت الابتسامة تعلم حياه رحمه الله كان ذكياً كان لماحاً كان شديد التنبه للتصرفات والكلمات عليه كان بسيطاً ويحفظ الود وأيضاً يحترم الآخرين وأيضاً يؤامل الناس على قدرهم كان الشيخ رحمه الله يعظم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان شديد العناية بفهم القرآن وترجمته في العمل وكان قدوة في كل شيء وحرصه على السنة عظيم حتى أنه كان إذا رجع من السفر ودخل بلده عنيزة ما يذهب للبيت يبدأ بالمسجد يصلي ركعتين فإن وجد المسجد مغلقاً بحث في البلد كلها حتى يجد مسجداً مفتوحاً ليصلي فيه ركعتين الشيخ رحمه الله كان صاحب عبادة وهذه العبادة تبدو في ملاحظ عديدة من حياته ففي صلاته ترى صلاة خاشعة صلاة متأنية صلاة فيها من التعظيم والإجلال والطمأنينة ما يجعل المؤمن يسكن قلبه لهذه الصلاة ويطمئن وكان يطيل في صلاة الترويح ويتأنى فيها في قراءته وفي ركوعه وفي صجوعه لقاء الله فإن أجل الله لا تواه السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد المسجين إن الله لا رحي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الطالحات لنكفرن عنهم سيادهم ولنزينهم أحسن الذين كانوا يعملون وعرفه الناس في مقتبل عمره وأثر السجود في محياه مما يدل على مثافنة الأسحار وطول القيام وكان لا يخل بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذا أدركته لمدة طويلة كما إنه رحمه الله كان كثير الحج والعمرة يتابع بينهما فمنذ عام 1392 وهو يشارك في موسم الحج بالدعوة والتعليم والفتية ولم ينقطع عن هذا أبدا منذ ذلك التاريخ فضلا عما سبقه من حجاته وأما العمر فلا يكاد يخصيها إلا الله الزوجة أمضى الحياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والأمرات أمضى الحياة مربياً ومجاهداً حتى بنا صرحاً من الحسنات أمضى الحياة على كتاب إلهنا يجني الفوائد منه والأمرات شيخنا محمد بن صلى الله عليه وسلم رحمه الله كان إماماً في دعوة الناس وبذل الخير لهم وهذا تلحظه في جوانب عديدة الجانب التعليمي جانب واضح وبين لكن حتى في الجانب الوعظي والدعوي لم يكن الشيخ رحمه الله مقتصراً فقط على الجانب التعليمي بل كان رحمه الله يلقي المحاضرات ويشارك في الندوات وكان الشيخ رحمه الله يدل على أهل العلم حتى يعرفهم طلاب العلم ويسألونهم ويستفتونهم وينزلهم منازلهم وقد أتيته يعني شيخ محمد بن صلى الله عليه وسلم رحمه الله قبل أن يتوفى وهو مريض بمكة فقلت له يا شيخ محمد لا ندري من يموت قبل الآخر إن عشنا بعدك نستفتي من في الفقه مساء الفقه فأطرخ قال الناس عندهم معلومات لكن أين الفقيه فقلت له نريد أسماء ففكر ثم قال اسأل الشيخ صالح الفوزان فإنه رجل فقيه وصاحب دين ومن الخصائص التي من الله بها على الشيخ أنه رحمه الله تعالى قضى حياته في العلم والتعلم ونشر العلم والتدريس والإفتاة فكان يفتي في المسجد ويفتي في الطريق ويفتي خلف المذيع ويفتي في الهاتف ويحرر فتاوى بنفسه وبقلمه حتى أنه أحيانا يجلس في الطريق ويحرر ولما كان الشيخ يعلم ويعلم خيركم خيركم لأهله كان المبادر إلى أن يكون خيره لأهل بيته قبل أن يكون للآخرين يذكر لنا ذلك ابناه عبد الله وعبد الرحمن الذان يكبران ثلاثة أشقاء وثلاثة شقيقات ويستظلون عطف ونظر والدتهم التي يذكر ابناها وصفا لعلاقة الشيخ بها وبالأسرة منذ أن كنا صغارا كنا نراقب هذه العلاقة كانت علاقة محبة وود وقام لم نسمع فيه من الأيام رفع صوت من الوالد على الوالدة أو شيء من هذا القبيل حتى بعدما كبرنا كان رحمه الله نلمس مه ويحسسنه بفضل الوالدة عليه في بداية طلبه للعلم عندما كان يتعب في طلب العلم وينشغل عنها كثيرا قدر لها هذا رحمه الله تعالى وأشعرنا بهذا التقدير وهي أيضا رسالة أخرى أيضا الوالد رحمه الله كان يقدر الوالدة تقدير كبير جدا وكنا نلاحظ هذا في جوانب كثيرة كان يحترمها وكان دائما ينبع على أنه لابد من احترام الوالدة وتقديرها ولابد من البر بها والعناية بها فكانت رحمه الله تعالى مثال لخدمة الوالد وكان هو مثال أيضا لتقدير ذلك إضافة إلى أنه كان يستشيرها في كل ما يتعلق بالأسرة لابد أن يرجع للوالدة لو أردنا شيء وهو ما عنده الخلفية الكاملة يقول استأذوا من الوالدة ولا اسألوا أمكم كان يحرص أيضا هذه ناحية مهمة جدا على أنه يصطحبها في أسفاره ما سمح ذلك فكانت ترافقه في سفراته وكنا نرافقه أحيانا محنة وأحيانا لا فكان مثال والله الحمد مثال محتذى في علاقة الزوج بزوجته كان الوالد رحمه الله يحرص غاية الحرص على الاحتكاك بالأخوان والأسرة بشكل عام فكان قبل ما أنه يعني تكثر مشاغله وارتباطاته يحرص على أنه يخرج معنا برحلة بر كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة بعد ما يجي من الصلاة تكون الوالدة مجهزتنا الغداء ونخرج إحنا وياه إلى البر لأي طالع يصيب أحد الأبناء يهتم كثيرا ويتابع حتى بعد ما تزوجنا وأتى له أحفاد رحمه الله كان يتابعهم كان يحرص على على جميع كن كبير وصغير تتعلق بالأحفاد إذا مرض أحدهم ما نعرف إلا الوالد جاي عندنا بالبيت يطمئن على أحد الأبناء أيضا الله يرحمه كان بعد ما أنشأ الأخ عبدالله استراحه له في عنيزة ووضع فيها مسبح فكان الله يقول لي يرحمه يطلع معناه ويسبح معناه ويعودنا على بعض الحركات حركات السباحة القديمة اللي كانوا يمارسونها نقطة مهمة جدا أيضا أن الوالد رحمه الله كان يريد أن نعتمد على أنفسنا في كل شيء يعني لا يتدخل إلا في أخر لحظة إذا لم يجد أو أحسنه فعلا يجب أنه يصير معنا نجده رحمه الله تعالى قريب لكنه يترك لنا الموضوع حتى في شؤون الدراسي حتى كبرنا كان يترك لنا نواجه المواقف بأنفسنا ولا يتدخل يعني أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات لكن إذا لمست عنق فؤاده وجدت فيه منابع الرحمات أدب وعلم في صفاء سريرة ونقاء صدر دائم الأوقات في بداية شهر ثلاثة من عام الف 421 كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يعاني من بعض الأشياء منها كان ضعف النظر فكنا بداية الجزء الصيفيكة فغادرنا للرياض مع الوالد الله يغفر الله يرحمه وذهبنا إلى فحص نظر الشيخ في مستشفى الحرص اكتشف وجود خلايا سرطانية لدى شيخنا رحمه الله وشاع الأمر شيئا فشيئا وضاقت صدور محبيه وتأثر الناس لذلك نحن صدمنا حقيقة لأنه لم يخطر في بالنا أبدا وكانت الصدمة الأخرى أيضا أنه كان منتشر ولكنه رحمه الله كان رابط الجأش كان رحمه الله متماسكا لم يغير شيئا مما كان يجري عليه حتى إن ذلك وافق وقت الدورة الصيفية التي يعقدها سنويا فلم يخل بها ولم يغير شيئا ولم يطر عليه نوع جزع أو تضجر رحمه الله رحمة واسعة الشيخ رحمه الله كان تعاطيه مع الحدث الذي نزل به والمرض الذي أصابه تعاطي الشخص المؤمن بالله تعالى الراضي بقضاء الله جل وعلا الصابر المحتسب ولذلك لم يقطع الشيخ رحمه الله من نشاطه شيئا بعد أن علما بمرضه مع أن المرض مخوف ولم يكن مرضا معتادا بل واصل مسيرته رحمه الله في تعليمه وفي سائر مناشطه من المحالات أنا لا يمكن أن أنسى هذا الموقف دخلت عليه ضحعم أحد الأيام وكان جالس في مكتبته ويكتب هو يجلس على الأرض ويرتكي على رجله ويكتب وكان يتقاه وأضحه دخلت عليه وكتل له يبوه الحم لله خلنا نروح ونشوف هناك يمكن يصير التشخيص مختلف يمكن يصير نفس التشخيص لكن عندهم علاج لا يمكن توفره أنا في المملكة أغدنا نروح لا أنسى الرد اللي رده علي كان يتقاهوى ويومني قضيت متكلم عادة يخليك تتكلم لما تقضي لما تنهي كلامك ثم يعطيك فبعد ما انتهيت من كلامي لا أنسى ناظرني كذا من خلف النظارة الطبية اللي كان استعملها للقراءة والكتاب فقال لي أنا أبوك هذا مرض يكتبها الله على الإنسان وهذا مرض أصاب ملوك أصاب أمره وعلمة ووزراء وكبار وصغار ولم يستطيع معالجته فالحمد لله أنا عشت أكثر من عمر الرسول 11 سنة أسأل الله أن يصير فيها بركة أنا حقيقة ما قمت على طوله غدرت الخرفة لأني عرفت من الرجل هذا مطمئن تماما يعني حين اللي مصابين وليس هو اللي مصاب فلما كان في السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني ألح عليه ولاة الأمر وفقهم الله إلى أن يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء مزيد من الفحوصات عسى الله عز وجل أن يأذن بالشفاء فاستجاب لذلك موافقة لهم وفعلا للأسباب وصلنا إلى مدينة بوستن وعندما جلسنا وصلنا إلى ذكر بعد المغرب صلينا المغرب والعشاء جمعنا وبعدها جلسنا نشرب الشاه ونسأل الحنوى الوالد وكذا قال يلا تصلوا لي بمركز الإسلام خلال تلك الودة حاضر وخطب الجمعة وأفتن ناس في المراكز الإسلامية في أمريكا قال الله عز وجل وإن تطيع أكثر من في الأرض أكمل نظلك عن سبيل الله فالعبرة بالحق وإن قلس لكوه نعم بعد أن تم تشخيص المرض الوالد الله يرحمه قرر رحمه الله العودة إلى المملكة لتلقي العلاج فرجع بعد عشرة أيام في أمريكا كان رجوعه إلى الطائف نظرا لأن هناك اجتماع لهيئة كبر العلماء فحضر الشيخ رحمه الله الاجتماع ثم بعد حضور الاجتماع ذهب إلى مكة وأقام فيها نحو من أسبوع أو ما أشبه ذلك ثم رجع إلى بلده عنيزة وأم الناس في الصلاة الخمس وخطب الجمعة وصلى صلاة السسق وكان آخر صلاة صلىها الشيخ رحمه الله في أول شعبان سنة واحد وعشرين وأربعمائة والف ثم غادر عنيزة موطن عزه ومرتع صباه ودوحة علمه إلى غير رجعة ثم بدأ مراحل العلاج في الرياض وكنا نذهب الحقيقة للعلاج كل صباح وكان الوالد الله يغفر له يعني يلتقي بمحبيه دائماً في الرياضة هنا فترة العلاج وبعد اجتداد المرض قرر الأطباء طرورة أنه يرقد في المستشفى فجلس في المستشفى تقريباً حوالي عشرين يوم من آخر شهر شعبان إلى تقريباً عشر رمضان في المستشفى التخصص في الرياض وبعدها رغب الله يرحمه أنه ينتقل إلى مكة كعادته كل سنة ثم لما وصل الشيخ رحمه الله إلى مكة أدى مناسك العمر وكان ولات الأمر وفقه الله قد أعد له مكاناً خاصاً في النسط الحرام فمكث فيه وكان يلقي فيه الدروس يلقي الدروسه على فراشه بعد صلاة التراويح ويتلقى الأسئلة من الناس بعد الدرس يوم ثمان وعشرين رمضان كان رحمه الله تعالى وضح عليه أثار التعرق وتعب وكذا فالطبيب اللي معنا قال لابد أننا ننقله إلى غرفة عناية مركزة هذا يوم ثمان وعشرين بالليل فقلنا لابد أن ننقله إلى غرفة عناية مركزة ومتابعة الحالة وإن شاء الله كشيزين فأخذناه في سيارة الإسعاف إلى جده المستشرة تخصصه في جده وأجري له ما يلزم من الفحوص فرغب الشيخ رحمه الله أن يرجع كان اليوم تسع وعشرين فقلنا له يبقى هلآن يمكن باتت إن شاء الله العيد خلاص انتهى الشهر والحمد لله الحمد للشكر كملت الشهر ودرست إلى آخر ليلة في الشهر فأصر من يرجع طلباً ما أنتشر أنا أريد أن أرجع ذا ذي ليلة حتى إنه قال لبعض أولادي إذا لم يتيسر سيارة من المستشفى فاستدعي لنا صاحب أجرة نركب معه للذهب إلى مكة معكم الحالة في غاية التعب فهو منقول على سرير وأنا رأيته وكنت معه رحمه الله في هذه الفترة ويحمل المسجد الحرام والمؤذيات في يديه وفريق طبي معه حملنا الشيخ إلى مكانه ووضعناه في السرير وحتى يجعل في غرفة منشيد كناب الشيخ ثم يصلي الفريضة ثم يصلي النافل ثم يصلي القيام ثم يقول هاتو مكبر مهتم بالدعوة إلى الله فكنا نبعد نضع الجهاز إذا كان يلقي السؤال خبد الرحمن ثم نبعد الجهاز التنفس ليجيب الشيخ فألقى درس رحمه الله في تلك الليلة كان درس ليس الدرس فقط اللي تستمعوا لكن الدرس اللي تراه وكان آخر عهده بالتعليم تدريسه في المسجد الحرام ليلة الثلاثين من رمضان عام 1421 ألقى الدرس كما لم يلقيه من قبل كان أفضل من كل الليلة السابقة فبعد أن انتهى الدرس وانتهينا وكذا وشلنا الميكروفون وكذا قال كنتم ستحرموننا من فاضل هذه الليلة الحمد لله الذي أتم علينا رمضان ففعلا كان عنده إحساس أو ظن داخل أنه لن يكون غدنا العين فأصر على أن يرجع ليدرس في تلك الليلة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وانتبعهم في إحسان إلى المدين أما بعد فإن هذه الليلة هي الليلة المموكية للثلاثين من شهر رمضان المبارك عام 21 و40 و1000 الله أعلم أنه يكون هو آخر اللقاء في هذا الشهر المبارك في المسجد الحرام أيها الإخوة الكرام لقد من الله على عباده باستكمال هذا الشهر المبارك المبارك وبما تيسر من الأمار الصالحة المقرر بهير الله عز وجل أسأل الله أن يجالها وديعة لنا عنده مغفرة للذنوب وتكفير للسجارة ورفعة للدرجة بقينا في يوم الثلاثين في مكة ويوم العيد وكان بعد صلاة الحجر يوم العيد طلب أن يلبس ثياب جديدة والبسناه الغترف يلا نزلون من السرير أنا اليوم العيد ونازم نفرح بعدها حدود التاسع العاشر صباحا شعرنا أنه بدأ يتصبب عرق وشعرنا أنه بدأ يجاهد ليأخذ نفسه حق إلى العنان مركزة اللي معنا حاول أن يعطيها الأكسجين وحاول أن يحسن وضع التنفس لكن قال خلاص لازم نغادر الآن إلى العنان مركزة لازم فقلنا الحمد لله الآن الدكتور يقول لا بدنا نذهب إلى المستشفى فقال الحمد لله الآن انتهى الشهر وهذا اللي كنت أرجوه من الله سبحانه وتعالى مشينا فنقلناه فورا للمستشفى التخصصي بجدة ودخل العناية المركزة لمدة تقريبا ثلاثة أيام بعدها استقرت حالة نوعا ما وخرجنا إلى غرفة عادية كنا نسمع حينما يتنبع من النوم ثم يبدأ بقراءة القرآن بعدها أيضا بدنا نشعر أنه كأنه يلقي درس كأنه يلقي درس يتكلم بكلام كأنه يشرح شيء معين ثم يقول فهمت أنت فهمت يعني هذا كان يوضح أنه مرتبط في التعليم يحب أن يبذل نفسه في التعليم ويوم 15 شوال وبعد ما صلينا الظهر بدأت يعني أو شعرت أن الوالد منهك ومرهق بشكل كبير يعني حتى أني أسأله بعض الأسئلة تكون إجاباته غير مركزة فاتصلت بالدكتور مباشرة وحضر واطلع على وضع الوالد وبلغني أن الوالد يبدو أنه في مراحله الأخيرة وبعد صلاة العصر يعني تحديدا حوالي الساعة ست لفذ توفي الله يرحمه ويعني كانت الحقيقة لحظات صعبة جدا جدا حقيقة لا أستطيع أن أصف اللحظات أو الوقت الذي مر من وصولنا إلى المستشفى إلى أن تم تجراءات الدفن وكذا لأن الإنسان كان في وضع صدمة شديدة ومن الغد بعد صلاة الظهر بدأنا في تغسيله وتجهيزه الذي حصل في ثاني يوم أنه غسل الشيخ رحمه الله وكنت ممن شارك في غسله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر له وأن يرحمه طبعا يعني موقف فيه صعوبة وبشدة أن تكون أن يكون الإمام العالم الذي تلقيت عنه وصحبته لفترة يعني فترة ليست بليسيرة بين يديك تقلبه وتغسيله لكن هذا قدر الله وهذه سنته في خلقه وهذا ما أجراه جل وعلا في سيد الخلق وفي أشراف الناس ثم صلى عليه المسلمون يوم الخميس التالي لوفاته في جمع حافل ومشهد عجيب تقاطر الناس إليه من جميع أنحاء الأرض وشهدوا تلك الجنازة ودعوا له ودفن في مقابر العدل غير بعيد عن شيخه وصاحبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع وجمعنا وأياكم بهم في مستقر رحمته ودار كرامته قد كنت أمطق بالوداع وأسمعه واليوم أسقى من أساه وأفجاه قد كنت أمطق بالوداع وأسمعه واليوم أسقى من أساه وأفجاه ما كان يفجعنا المهات وإنما أعدو الحبيب عن الحبيب المفجع يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربع يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربع وداعتنا يوم الرحيم وكلنا يوم وإن طال زال نودع إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها هل من ينتفع به من أعظم ما تركه الشيخ وبقي بعد موته هو علمه وما نشره من العلم فإن الشيخ رحمه الله علمه انتشر بين الناس عن طريق الكتب والرسائل التي ألفها وعن طريق الدروس التي سجلت عن طريق الأشرق وترك الشيخ رحمه الله تراثا كبيرا ليربو على سبعين كتابا ما بين كتاب كبير من عدة مجلدات ورسائل صغيرة في موضوعات معينة كما أن الساعات المسجلة لفضيلته تربو على خمسة آلاف ساعة لئن مات جسد الشيخ فإن علمه لم يمت بل هو حي في الناس اليوم وها هم عاكفون على دروسه وأشرطته المسجلة فهم يتناقلونها ويكتبونها ويشرحون الكتب عليها ويستفيد منها الخطبة وطلاب العلم والعلماء والمفتون والناس في أسطاع الأرض على شبكة الإنترنت وغيرها وتحمل وتنقل وتنسخ وتسمع فهو باق بعلمه حي بوراثته للنبوة ونشرها بين الناس يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ومنهم درجات أسأل الله بأسماءه صفاته أن يلحق الشيخ بسلف عباده الصالحين أسأل الله الذي استجاب دعوة الخليل حينما قال ربي هب لي حكما وعلحقني الصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني مورثة جنة النعيم أن يلحق الشيخ بذلك الركض وأسأل الله الذي استجاب له واستجاب لي حفيده يوسف حينما قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أن يلحق الشيخ بالصالحين وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين قد كنت أنطق بالوداع وأسماءه واليوم أسقى من أساه وأفجاه قد كنت أنطق بالوداع وأسمعه واليوم أسقى من أساه وأفجاه ما كان يسجع لما مات وإنما ما بعدوا الحبيب عن الحبيب المفجع يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربعون يا راحلا عن ناظري وحبه في سابحات قلوبنا متربعون وداعتنا يوم الرحيم وكلنا يوم وإن طال الزال نودعون موسيقى 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 اشتركوا في القناة